24 ساعة فقط كانت كافية لتعلن تحالفات ثم تفتتت بمشهد يوحي أننا أمام قصة قصيرة لكوميديا سوداء عبر صورة لم تعرفها أبجديات السياسة في العالم لكن انفرد بها العراق الجديد خلف رداء ديمقراطية وافدة بغزو أجنبي بعد أن نقض العباد نفسه بإعلانه تحالفا انتخابيا مع من كان يرفض دخولهم الانتخابات تشضى هذا التحالف وصار كلما جمع القوم هباء منثورا وفي حكم العدم ائتلاف نصر العراق الذي شكل برعاية الجنرال الإيراني قاسم سليماني لم يدم طويلا فقد نفذت ميليشيا بدر والعصائب تهديدهما بالانسحاب من التحالف في حال انضمام تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم أو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى هذا الائتلاف ركب المنسحبين سرعان ما لحقت به كتلة منتصرون ليزداد التحالف تصدعا والمشهد السياسي تعقيدا لا سيما بعد اللغط الذي سببه التحالف الأخير فقد أثار حفظة كتل اعتبرته مثالا شاخصا لهيمنة إيران على العراق بحسب وصف النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شينكالي فيما مثل للبعض استحواذا على فرصة كان هو الأقرب إليها كما هو الحال مع اتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي ولعل سرعة بثاق التحالف البغيض كما أطلق عليه مقتدى الصدر وسرعة تصدعه تعطي صورة واضحة ضبابية عن المشهد السياسي في العراق فالوضوح يتجلى بالتخبط في القرارات والتخندق الطائفي الذي ينافي ما يعلنه الساسة من أن توجهاتهم الراهنة ذات صبغة وطنية عابرة للطائفية أما الضبابية فتتمثل بصعوبة التكهنات بالشركاء والأعداء في خضم صراع حميم على السلطة مع قرب موعد الانتخابات هذا فضلا عن مستقبل بلاد تصحو على حكام يتفقون ليلا ويقتتلون في الصباح ترجمة نانسي قنقر